اعتصم طلاب جامعة ترينيتي كوليج في ايرلندا احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على غزة وذلك في محاولة للضغط على ادارة الجامعة لقطع العلاقات الاكاديمية مع اسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات باسرائيل هذا وقد شهدت الجامعات في عدة دول اوروبية وامريكية احتجاجات واسعة حيث اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الاقل من الطلبة المحتجين دعما لفلسطين وازالت مخيم اعتصام في جامعة فرجينيا يوما تلوى الاخر تتعالى الاصوات لدعم غزة فالبارحة الولايات المتحدة وفرنسا واليوم سويسرا وبولندا وايرلندا ففي كل حدب في العالم تتحول الجامعات الى ساحات الاعتصامات تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي يقترب من السبعة اشهر في ايرلندا اعتصم طلاب جامعة ترينيتي كولج احتجاجا على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في محاولة للضغط على ادارة الجامعة لقطع العلاقات الاكاديمية مع اسرائيل وسحب استثمارتها من الشركات التي لها علاقات باسرائيل الاعتصام الطلابي اكبر الجامعة على غلق معرض كتاب كيلز احد اهم عناصر الجذب السياحي في ايرلندا اما جامعة لوزانا السويسرية فقد سيطر نحو مئة طالب على مبنى وقدموا عدة مطالب من بينها انهاء التعاون العلمي مع اسرائيل كما نظمت احتجاجات مؤيدة وداعمة لفلسطين في عدة جامعات في استراليا وكندا ليتواصل الضغط الطلابي العالمي لدعم غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلية وبالرغم من التشديدات الامنية تتوسع التعبئة الطلابية داخل الجامعات في عدد من الدول تضامنا مع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ونصرة للقضية الفلسطينية